مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية ملف مهم في التعامل مع الدولة المصرية من سنين الحقيقة وكان محل مشاكل وخلافات وما كانش فيه جدية وإرادة حقيقة وكان دايما عنوانا هو إيه البناء الموحد ونعمل قانون ونقن أوضاع الكنائس وكلام ده كله لأ بقى الموضوع منظم وفيه لجان مشكلة لهذا الغرض وبقى فيه قانون وفيه إجراءات بتتخذ والنهاردة دكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع للجنة الرئيسية الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وتم الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى وبكده وصل العدد الإجمالي لـ 2021 كنيسة ومبنى تابع نفهم برضو التفاصيل من نيافة القمس ميخايل أنتون طيب لسه ما هوش جاهز معنا لكن برضو من الأشياء المهمة أنه تم الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الوردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة والغاية قرار رقم 16 لسنة 2021 دليلك أن كانت المدة الممنوحة لها انتهت وبدون ما كانوا بيستكملوا الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وبعد كده عندنا بقى الوقت أو الفترة البيانية دي رئيس الوزراء وافق على أنه يبقى فيه فترة الناس تكمل فيها الاشتراطات والموصفات الخاصة بالحماية المدنية علشان يتم تقنيم أوضاع هذه الكنائس وهذه المباني اشتركوا في القناة